وينضم إلينا مرسل الغد من الجليل الأعلى رازي تاطور ومن جنوب لبنان حنان عيسى أهلا بكما أبدأ معك حنان هذه الرشقة الصاروخية من قبل حزب الله ماذا قال عنها ماذا كان يريد أن يستهدف من خلالها وهل أكد بأنها أصابت الهدف أم لا في الواقع بحسب بيان حزب الله نبيل وسأقرأه كما جاء من حزب الله بأنه استهدف قاعدة ومطار رمات دافيد بعشرات من الصواريخ من نوع فادي واحد وفادي اثنين وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المناطق على مختلف المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين هذا ما جاء بحسب بيان حزب الله والذي لم يشير إلى تحقيق أهداف هذه الصالية الصاروخية التي وصلت إلى قاعدة ومطار رمات دافيد على بعد حوالي خمسين كيلومتر من الجبهة الجنوبية اللبنانية وهي تستهدف أيضا للمرة الأولى وأيضا يستخدم حزب الله هذا النوع من الصواريخ أيضا للمرة الأولى وهي تعتبر من الصواريخ الثقيلة وهو فعلا نبيل أمر مثير أو لافت بأن لا يذكر حزب الله إصابته لهذا الهدف كما جرت العادة في بيانات سابقة كان يقول بأنه أصاب هدفه بدقة أم أوقع الجنود أو تموضعات الجنود أو انتشارهم بين قتيل وجريح كما يأتي عادة في خلال البيانات التي يصدرها اكتفى حزب الله بهذا البيان الذي قال عن نوع الصواريخ التي استهدفها القاعدة أيضا التي استهدفها وسبب هذه العملية والتي أتت ردا على استهداف الاستهدافات المتكررة الإسرائيلية لمختلف المناطق اللبنانية والتي شهدناها بالطبيعة الحال بين الأمس واليوم والتي كانت بين ضاحية بيروت الجنوبية والتي سقط فيها مدنيين بين ضحايا وجرحها وأيضا اليوم الغارات الإسرائيلية التي استهدفت عدد كبير من القرى والبلدات والمناطق الحدودية الجنوبية وأيضا وصلت إلى عمق الجنوب وأدت أيضا إلى جرح أربعة أشخاص بحسب وزارة الصحة أحد الأشخاص وصفت جراحه بالحارجة إذن هذه العملية وهي عملية نوعية لحزب الله للمرة الأولى يستهدف فيها هذه القاعدة وللمرة الأولى أيضا يستهدف فيها هذا النوع من الصواريخ التي سمها بفادي واحد وفادي اثنين أعود لنوع الصواريخ نبيل وكما معلومات ترد حول هذه الصواريخ التي استخدمها اليوم حزب الله صاروخ فادي واحد هو من عيار مائتين وعشرين مليمتر ومداه ثمانين كيلو مترا أما صاروخ فادي اثنين وهو من عيار ثلاثمائة وثلاثة ويصل مداه إلى مائة وخمسة كيلو متر هذه المعلومات الأولية التي وردتنا عن الصواريخ الجديدة التي أدخلها اليوم حزب الله إلى الصواريخ التي يستهدفها عادة أو منظومة الأسلحة التي يستخدمها منذ بدء هذه العمليات أو هذه المواجهات بينه وبين إسرائيل والتي تتنوع بين صواريخ موجهة صواريخ الكاتيوشة صواريخ فلق صواريخ بركان وغيرها من الأسلحة اليوم يدخل حزب الله صاروخ فادي واحد وصاروخ فادي اثنين ضمن هذه الأسلحة التي يستخدمها في خلال استهدفاته للمواقع الإسرائيلية وكما يبدو بأنها صواريخ بعيدة المدى وصلت إلى حوالي خمسين كيلو متر من الجبهة الجنوبية للبنان من الحدود الجنوبية للبنان إلى العمق الإسرائيلي هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها حزب الله إلى هذا المدى ويتوسع داخل العمق الإسرائيلي ويستهدف أيضا قاعدة رماد دافيت للمرة الأولى إذن نحن أمام تطور جديد على الجبهة الجنوبية من خلال الاستهدفات التي يقوم بها حزب الله على هذه الجبهة والتي تأتي ردا أيضا على كل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت البلدات والقرى الجنوبية اليوم نبيل بعشرات الغارات وأيضا أدت إلى سقوط ضحايا إضافة إلى الاعتداء يوم أمس على منطقة الضحية الجنوبية في قلب بيروت وأدت أيضا إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين بين قتلى وجرحى إذن نحن أمام مستوى جديد من المواجهة بطبيعة الحال نترقب رد إسرائيل على هذه العملية النوعية الجديدة لحزب الله ماذا سيكون رد إسرائيل هل ستتوسع أيضا في اعتداءاتها وسيكون هناك قصف جديد واستهدفات جديدة لدى إسرائيل بطبيعة الحال الساعة القادمة ستكشف لنا طبيعة المرحلة القادمة ربما نحن أمام مرحلة جديدة من هذه المواجهات الدائرة بين حزب الله وإسرائيل ربما هذا سؤال حنان سوف نسأله لرازي تطور بعد قليل لكن ربما تجدر الإشارة أيضا إلى أن قاعدة رامات دافيد كانت أعين حزب الله عليها طوال الفترة الماضية ونشير بأنها وردت في سلسلة الهدهد التي كان ينشرها حزب الله في الفترات الماضية نتحدث عن فيديو طوله ثمان دقائق تقريبا وأظهر لقطات دقيقة جدا التقطها حزب الله لهذه القاعدة وعدة مواقع داخل القاعدة اليوم يوجه حزب الله ضربة إليها صحيح نبيل ولدى نحن نذكر عندما حزب الله أعلن عن هذه المقاطع الفيديو والتي أظهر فيها مواقع إسرائيلية حساسة جدا عسكرية وغيرها كانت التحليلات وقتها تقول بأن حزب الله ذهب بعيدا ورصد كل هذه المواقع ليقول للإسرائيلي بأنه أيضا تحت نيران بأن أهدافه أيضا تحت نيران حزب الله وهو قادر على الوصول إليها ونحن نشهد اليوم على وصول وعلى تعمق حزب الله أكثر داخل الحدود ووصوله إلى قواعد إسرائيلية لم يستهدفها قبل ذلك كل العمليات التي كان يقوم بها حزب الله والتي وصلت بغالبيتها إلى 30 كيلومتر على ما أعتقد في عمق إسرائيل هي كانت دائما ضمن قواعد الاشتباك وضمن الاستهدفات التي يقوم بها حزب الله بشكل يومي على القواعد الإسرائيلية إن كان في الجولان أو في الجليل أو في جليل الغربي أو إصبع الجليل لكن هذا التطور هو تطور جديد اليوم وهذا يأتي ردا أيضا على تمادي إسرائيل باعتدائها على المناطق الجنوبية وأيضا على كل الاستهدافات التي حصلت خلال هذا الأسبوع نبدأ من يوم الثلاثاء عندما استهدف آلاف العناصر لحزب الله بتفجير أجهزة البيتجر وأيضا يوم الأربعاء بتفجير أجهزة اللاسلكي وصولا إلى استهداف الضحية الجنوبية واليوم جولتين من الغارات العنيفة جدا طالت معظم البلدات الجنوبية وصولا إلى أقليم التفاح الذي يبعد عن الحدود الجنوبية اللبنانية حوالي ثلاثين كيلومتر أنتقل الآن إلى الضفة الأخرى مع رازي تطور الموجود في الجليل الأعلى بإسرائيل رازي أهلا بك من حيث أنت هل تسنى لك أن ترصد ولو من خلال مراقبة السماء هذه الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله وما تداعياتها في شمال إسرائيل ماذا قالت إسرائيل عنها نبيل حتى هذه اللحظة نحن نرصد تحليك مكثف في وضع دائم حالة استنفار دائمة لسلاح الجو الإسرائيلي المقاتلات الجوية الإسرائيلية في الجبهة الشمالية منذ الليلة الماضية لا تغادر الأجواء ولا تفارق الأجواء حالة استنفار دائمة لسلاح الطيران الحربي الإسرائيلي ننوه أن قاعدة رامات ديفيد في ركن الجليل التي تقع في مرجع بن عامر هي القاعدة الأهم والأكثر حساسية للجيش الإسرائيلي من هذه القاعدة نبيل قبل أيام كليلة صرح وزير الجيش الإسرائيلي جالانت نحن أمام مرحلة جديدة في هذه الحرب لذلك تبدو أنها رسالة سياسية أكثر من كونها عسكرية من قبل حزب الله في استهداف هذه القاعدة نتحدث عن بعض يتجاوز تقريبا خمسين كيلومتر أو أكثر ربما هذه القاعدة سبكة وأنوصل إليها مسيرة الهدود التابعة لحزب الله ورصدت ما رصدته وحزب الله أيضا أن ذاك كشف عن هوية قائد هذه القاعدة أيضا أن ننوه أن كذلك نتحدث حتى أيضا هناك صفرات انظار كانت على نطاق واسع في تلك المناطق التي تستهدف لأول مرة أكيد أقول منذ عام 2006 بعظم المناطق التي دوت بها صفرات الانظار نتحدث عن سبعين بلدة في الجليل الأسفل حتى تخوم مدينة حيفا وخليج مدينة حيفا نتحدث عن سبعين بلدة ثلاثمائة ألف إسرائيلي مكثوا في الملاجئ في الأثناء والدقائق الذي وقع هذا الاستهداف الجيش الإسرائيلي تحدث عن عشرة صواريخ قال أنه اعترض بعضها حزب الله قال أنه أطلق عشرات الصواريخ الإعلام الإسرائيلي نبيل قال أن هناك أعمدت دخان تصاعدت ونيران اندلعت قرب القاعدة لم يتم التأكيد أن هناك أضرار وقعت في هذه القاعدة أو أن هذا الهجوم حقق أهدافه لا يمكن تأكيد ذلك قد يتكتم عن ذلك بطبيعة الحال الجيش الإسرائيلي ولكن ما يمكن تأكيده حسب الإعلام الإسرائيلي أن أعمدت النيران وأعمدت الدخان تصاعدت في تلك المناطق الإطفاء الإسرائيلي رصد عدة حرائق جراء سقوط هذه الصواريخ في الجليل الأسفل يعمل على إخمادها أيضا رصد إصابة شخص كذلك بجروح وأيضا جراء هذه الشظايا ربما أو للصواريخ الاعتراضية وكذلك أيضا كان لافتا أن صفرات الإنظار وصلت إلى تخوم مدينة حيفا بحيث أن كانت هناك في المقابل تقديرات إسرائيلية بأن حزب الله سيرد خلال 24 ساعة وكان إعلان عن أيضا تعليمات خاصة للجبهة الداخلية شملت أيضا المنطقة الشمالية وصولا إلى مدينة حيفا أيضا ذلك بعد تصريح كان لقائد سلاح الجو الإسرائيلي الذي قال أن سلاح الجو في أقصى جهوزية ويسخر كل قدراته يعني هذه الصواريخ وصلت رغم حالة الاستنفار الجوي وحديث إسرائيل عن نشر طائرات F-35 وF-15 الآن لماذا هذه القاعدة أيضا مهمة قاعدة رامات ديفيد نبيل هي القاعدة التي تنطلق منها الطائرات الحربية التي تقصف في لبنان وفي جنوب لبنان وأيضا التي نفذت الاغتيال في ضحية بيروت F-15 حسب يدعوت أحرونة لذلك تأتي أهمية هذه القاعدة وأهمية هذا الاستهداف كما أيضا نواهت لا يمكن تأكيد وقوع أضرار في هذه القاعدة لكن أيضا حديث كان عن انقطاع للكهرباء في مناطق قريبة في محيط مدينة العفولي أيضا هذا تبع مشاورات أمنية كان قد يجريها نيتانياهو وعلى غير العادة استدعية إلى هذه المشاورات الوزير المتطرف وزير الأمن القومي إتمر بينكفير أيضا هناك حديث على أن نيتانياهو في ظل هذه التطورات قد يؤجل أو قد يلغي زيارته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بحيث كان من المرتقب أن يغادر الاثنين وأجل ذلك إلى يوم الثلاثاء قد يطرأ تغيير إضافي أيضا هناك اجتماع مرتقب لمجلس الكابينات المجلس الوزاري الأمني السياسي المصغر غدا يوم غد أو اليوم ستطيع أن نقول فعلا عند الخامسة أو بعد الخامسة مساء في إسرائيل هناك كان تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية أنوه أيضا نبيل أن في مناطق متفرقة في المدن الساحلية مثل نهرية عكا حيفا كان إعلان عن تعطيل للدراسة كذلك الجيش الإسرائيلي أوصى بتعليمات بأن العمل سيكون أو الدوام الدراسي سيكون جزئي في بعض المناطق في بعض المناطق الأخرى سيتم إلغاء الدراسة أيضا بالنسبة لدوام العمل في إسرائيل في المناطق الشمالية هو يقتصر على المناطق التي توجد بها ملاجئ وأيضا كذلك مناطق محمية أيضا كان حديث عن جهوزية على مستوى الموانئ الإسعاف الإسرائيلي كانت تحدث أيضا عن رفع حالة الاستنفار وحالة الطوارئ هذه هي صورة الوضع ولكن هذه الضربة كانت غير متوقعة وهذا الهجوم كانت غير متوقعة ربما سنفهم لاحقا ما أضراره وما هي أثاره وما آلاته ولكن واضح أن إسرائيل أيضا بخلاف ما قالت أنها استهدفت عدد كبير أو المئات من منصات الصواريخ اليوم وأيضا في الأيام الماضية وأكثر من 1500 فوه لإطلاق الصواريخ هذه الصواريخ ما زالت تمتلك حزب الله يثبت أن هناك قدرات رغم محاولة شل الهرم الكيادي وأيضا شل الاتصالات ما زال يكون هذه المواجهات إسرائيل أيضا تعطي انطباع النبيل بأنها مستعدة للذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في هذه المواجهة وربما تستغل كما أيضا يشهرون في إسرائيل عدم رغبة حزب الله بتوسيع هذه الجبهة وبفتحها وبالتالي كما أيضا يشهرون في إسرائيل إسرائيل تستغل هذا الظرف لتوجيه مزيد من الضربات ولكن أيضا نقطة هامة ولافتة جدا بعد الاستهدافات اليوم وأكثر من 90 صاروخا انطلق منذ الصباح وأيضا الدفعة الأخيرة التي انطلقت على الجليل الأسفل لأول مرة هذا قد ينعكس على المشاورات الأمنية الإسرائيلية من حيث جدوى استمرار العمليات الإسرائيلية الإغتيالات وأيضا الغارات الجوية التي يتم توسيعها وبالتالي رسائل واضحة خصوصا أن البيانات الأخيرة لحزب الله قال أنها إسنادا لقطاع غزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان والاعتداءات على المدنيين بمعنى هذا الرد ليس على الإغتيالات في ظل الترقب وحالة الترقب الكبيرة في إسرائيل للرد على الإغتيالات تفجير البيجارات وغيرها من الضربات الأخيرة التي وجهتها إسرائيل شكرا لكم من الجليل الأعلى رازي طاطور ومن جنوب لبنان حنان عيسى شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر